هذه التكلمة بعجالة أكيد يعني هذا عمل صراحة جبار بالنسبة للمراقب الإداري لأنه هو راح يكون مثل ما نتكلم أن الحكم هو سيد الملعب داخل أرضية الملعب فالمراقب الإداري هو سيد المباراة بشكل كامل من بدايتها وحتى انتهاءها لكن يعني خلنا نتكلم صراحة يعني فيه سلبيات نحن نشاهدها في الدوري نتكلم يعني عن دوركم خصوصا في عملية تقنية الـ VAR وتواجدها تحت المنصة ونشوف احنا دائما الحكام لما يتجهون إلى تقنية الـ VAR الشاشة تحديدا يكون هناك اعتراضات نشاهد اعتراضات من دقة البدلة نشاهد اعتراضات من المنصة يعني هل لكم دور؟ الآن أو مثلا نقدر يعني تكمل السؤال أو مثلا ممكنكم تغيرون مكان الشاشة حتى لا يصير يعني هذا اللي قاعد نشوفه احنا من خلال الشاشة بمعاذ هي تخضع لي المميزات اللي في الملعب الملعب متى ما كان يعني المنصة غريبة من الملعب ما عندك مكان تحط فيه الـ VAR هذا واقع نعيشها يعني حاولنا نختلق أي أماكن يعني تكون أفضل ولكن انت شايف يعني ما فيه فمرات بالاتفاق مع الحكم يفضل وين يكون المكان مرات نحاول احنا ندور مكان يناسب بس ما انت عارف ما عندنا بس احنا عندنا نظم لوائح قاعد يستير فيها عقوبات الآن احنا عندنا لائحة أن أي واحد يعني تصور يوقف في المنطقة الفنية لاعب أو أحد غير المدرب ترى يحاسب صحيح فلذلك أي واحد يخرج من المنطقة الفنية قاعد يتم التسجيل فيه قاعد يتم معاقبته ومحاسبته بالغرامات المالية وتصل مرات لتحويل الانضباط والأمور هذه احنا ما ودنا نتمنى أن يكون فيه عقوبات لكن هو كمنظر يعني نتكلم على منظرها ما هو حضاري بالنسبة لنا يعني نشوف احنا دوريات أوروبية نشوف أيضا حتى حوالينا من الدول ما فيه الأشياء اللي احنا قاعد نشوفها صراحة لذلك أنا حبيت أني أسألك حتى يعني كثير من الجماهر صراحة تتساءل حول هذا الموضوع لكن خلن نرجع في المراقب الإداري وأيضا كيف حصلت على الشارع الآسيوية وأيضا الدولية للمراقبة في وإدارة مباريات كرة القديمة المراقبة الدولية طبعا يكون المراقب في البداية أنه يجب أن يكون تابع لاتحاد الكويتي أو الاتحاد المحلي فيراقب تقريب ما بين ثلاث إلى خمس سنوات ويتميز في هذا الأمر بعد هذا الأمر طبعا يرشح إلى دورة المنسق المحلي العام في الاتحاد الآسيوي بعدما يأخذ هذه الدورة ويرجع يمارس العمل كمنسق مو مراقب ويأخذ الخبرة لأنه لازم تلم باللوائح الآسيوية والدولية بعدها ترشح إلى دورة مراقب دورة مراقب هذه تقريبا تأخذ لها أسبوع يتخلى لها اللغة الإنجليزية يتخلى لها الحاسب الآلي يتخلى لها مثل ما تقول أشياء عملية في الملعب من قياسات ملعب من لوائح من نظم يعني هي نوعا ما نقدر نقول عليها من أصعب الدورات التي تعطف الاتحاد الآسيوي نعم الدليل على هذا الذي تقدمون لها أو من الذي يطلبون لها أمية إلى أمية وخمسين شخص الذين يعدون هذه الدورة يعني بتوفيق من رب العالمين عشر إلى خمسة عشر واحد في كل سنة يحصل هذا الأمر فلذلك هي من الدورات الصعبة جدا والله الحمد يعني بتوفيق من رب العالمين اشتزت هذه الدورة وبدعم من أخواني المراقبين والاتحاد الكويتي أثناء المباريات قد تكون هناك أحداث يعني تكلم أحداث داخل أرضية الملعب أحداث خارج الملعب دكة البدل هل المراقبين أيضا يكتب تقارير بما يرى من خلال تواجد أو من خلال الأحداث التي تحصل يعني مشاجرات يعني تعرف أنت المباريات قد يحدث فيها بعض الأشياء التي لا هي حضارية لكن بالنهاية هي كرة قدم ووارد هالأمور أكيد أكيد تحدث طبعا وأكيد تنعكس بعض الأحيان يكون قرار داخل الملعب وتخذ انعكس على الجماهير وانعكس على الدكة فلذلك دور المراقبة أيضا أنه برى الملعب يسجل كل صغيرة وكبيرة يعني الدكة دخل أحد الاحتياطيين على سبيل المثال الإداريين تكلم قال كلمة على طول يتمسس جيلها في التغرير فلذلك دور المراقبة مرتبط بالحكم في هذا الأمر نعم